اهلا بكم متابعينا قبل ما نبدأ المسلسل ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة علشان يوصل لكل جديد بيبدأ مسلسلنا بوصول هاومينج مدير شركة رين للمجوهرات قدام مكان حفلة خطوبته وبيفتكر لما بابا طلب منه ان يوافق على خطوبته من شين شين بنت صاحب شركة روان للتصميم وبنعرف انهم محتاجين الخطوبة دي التم علشان ناقصهم التصميم المميز ولانهم من فترة مش بيقدموا حاجات يديدة والارتباط ده هيساعدهم على كده وبيطلب منه يركز علشان ما حدش يعرف انه فقط بصره في الحادثة اللي حصلت له لان ده هيهز مركزهم في السوق بما انه مدير الشركة يعني وبنروح لتشينج وهي بتجاهز للحفلة وبتفتكر ان مامتها طلبت منها تتخطب لبدل اختها التوقم شين شين ولما رفضت لانها شايفة ان باباها حالته خطيرة وهي كمان ما تعرفش حاجة عن الاتفاق ده فمامتها هددتها انها تقتل باباها وشالت التنفس الصناعي منه علشان تجبرها انها توافق ولما بتسألها ليه ما تخليش اختها هي اللي تروح لخطوبة بتقول لها ان هي اتربت مع باباها وطول عمرها متدلعة لكن اختها سفرت معيها واشتغلت من وهي صغيرة ومش ممكنها تفضل تضحي على طول وان الوقت ده دورها هي في التضحية وبتجهز تشينج حاجتها علشان بعد الحفلة تهرب بسرعة قبل ما مامتها تشوفها وفي نفس الوقت بيكون هاون شاو اخو هاومين الصغير قاعد مع بابا وبيستغل فرصة ان اخوه تأخر وكان رافض الخطوبة دي وبيحاول انه يقول لبابا انه ممكن يكون بداله لكن في اللحظة دي بيوصل المساعد وبيبلغهم ان هاومينج وصل وبالفعل بيدخل هاومينج وبيكون لابس ايربودز علشان يسمع تعليمات المساعد بتاعه السونج ويعرف يمشي وبنرجع لتشينج اللي بتتفاجئ ان فردة الحلق بتاعتها ضاعت وبتدور عليها ومش بتلاقيها وهنا بيدخل هاومينج وبيدوس عليها لكن بيلاحظ اللي عمله وبياخد الحلق وبيلبسه لتشينج وبيطلب منها تغير له البابيون بواحد تاني مناسب للخطوبة وبعد كده بيقول لها ان من الافضل لهم انهم يتعاونوا مع بعض علشان تعدي الحفلة دي على خير وبيدخل هاومينج وتشينج للقاعة وهو ماشي بتعليمات من سونج وبيفضل الوضع مستقر لحد ما بيطلع هاومينج الخاتم علشان يلبسه لتشينج لكن في اللحظة دي بيقف واحد قدام سونج ومش بيعرف يقول لهاومينج مكان ايد تشينج صح في الخاتم فبيقع منه وهنا كل اللي في القاعة بيتصدموا وبيشوفوا هاومينج هيعمل ايه في الموقف ده لكن تشينج بيساعدوا وبتجيب الخاتم بنفسها وبتديه لهاومينج تاني واللي بيقدر انه يلبسه لها كويس المرة دي والخطوبة بتتم وبتطلع تشينج بعد الحفلة بسرعة علشان تمشي لكن بتتفاجئ ان تشينج بيوقفها وبيطلب منها تركب معاهم ومش بتفهم تشينج السبب وبتقوله ان الخطوبة خلصت خلاص وهنا بيروح متطلع اتفاقية بين هاومينج ومومتها اللي بتلاقي فيها انه عقد بيلزمها تعيش عنده بعد الخطوبة وتخدمه واذا رفضت تعمل اي طلب ليه هتكون ملزمة بدفع مبلغ كبير جدا في الوقت ده بتفهم تشينج لي مومتها خلتها هي اللي تروح الخطوبة بدل اختها لانها عايزة تخلص منها وتتصرف في الشركة هي واختها لوحدهم وبالفعل بتضطر تشينج تروح مع هاومينج لبيت وبيقول لها تطلع الشونط لوحدها وبيرفض اي حد يساعدها واول ما بتطلع الشونط بتحاول ترتاح بتلاقي سونج جاي يطلب منها تحضر الغداء ولما بتنزل تشوف الاكل ايه بتلاقي جايب لها جراد البحر علشان تطبخه وبتخافي تشينج وبتحاول ترفض لكنه طبعا هاومينج بيهددها بالتعويض فبتروح تجيب الحاجات اللي هتستخدمها وهنا بيشرب هاومينج من خليط المكونات غلط وبيحاول يدور على المية لكن اللي بيحصل انه بيحط ايده على الاكل وبيمسكه واحد من الجراد وبتحاول تشينج انها تخلصه منه باكتر من طريقة لكن مش بتعرف فبيسأل هاومينج عن الطريقة من النت وبيعرف انه يحط ايده في المية والجراد هيسيبه وبالفعل ده اللي بيعمله بس بيكون صباعه تعور وورم وبالليل بتقعد تشينج تتابع مزيد المجوهرات على النت وبيجي لها سونج وبيطلب منها تروح لهاومينج لانه محتاج ياخد شاور وبترفض تشينج وبتقوله انها مش هتروح له في الوقت ده بنشوف مامتها واختها في المستشفى مع باباها وبيسألوا الدكتور اذا كان ممكن يفوق وهنا بنتفاجئ انه اصلا مش مريض وانهم بيدولوا ده ويخليه في غايبوبة علشان يسيطروا على الشركة في اللحظة دي بتكون الناني دخلة علشان تنظف القوضة وبتسمع اللي بيتقال فبتتصل بتشينج وبتقول لها اللي عرفته لكن في الوقت ده بيكون سونج رجع وبيقول لها ان هاومينج بيطلب التعويض اللي عليهم فبتضطر انها تروح له على طول وهناك بدل ما تساعده بتتزحلق وبتحتاج اللي ساعدها وبيتدايق هاومينج وبيقول لها انها متعمدة تدايقه لكن تشينج بتقوله انهم في مركب واحد وبتعرض عليه انها تكون عينه وبعد كده بتفتكر تشينج يوم ما رجعت البيت من المدرسة واتفجأت ان مامتها واختها التوقع موجودين وبنعرف ان مامتها سابت باباها وهم صغيرين وكل واحد فيهم اخد واحدة من البنات وان باباها ما كانش ايلاح حاجة علشان ما تزعلش وبتتصدم تشينج وبتجري على برة وهي بتفتكر ان مامتها اللي ربتها وبتستغل مامتها الفرصة وبتقول لباباها ان شنشين اتحرمت منه طول السنين اللي فاتت وانه لازم يعوضوا عن السنين دي كلها وبيجيب لها هومينج ملف فيه اسماء الموظفين في الشركة والمستثمرين وبيطلب منها تحفظهم كويس علشان تساعدوا في الحفلة ان محدش يعرف بموضوع عينه وبالفعل بتصهر تشينج طول الليل تحفظ المعلومات اللي في الملف تاني يوم بتلاقي ناس غريبة بتصحيها وبتتفاجئ ان هومينج جايب لها اشهر مصممين ازياء علشان يجهزوها لحفلة الشركة وبتلبس تشينج فستان جميل جدا وبيوصل هومينج مع السونج اللي بيقوله قد ايه هي جميلة وفي الحفلة بتنجح تشينج انها تساعد هومينج وبتقوله كل شخصية وهي جاي عليهم محدش بيشك ان هومينج مش بيشوف خالص في نفس الوقت بيقابل اخوه باختها التوقن في الحفلة وبيروحوا علشان يعودوا مع هومينج وتشينج وبيقوله هاو شاون ان بابا طلب منه يرتاح وكان المفروض يفضل في البيت لكن هومينج بيقوله ان يقدر يشوف شغله وما عندوش اي مشكلة في نفس الوقت بتحاول شنشين انها تستفز تشينج وبتقول لها انها تاخد بالها من افعالها علشان محدش يفكر ان هي اللي بتعمل حاجة غلط بسبب الشبه اللي بينهم هنا بيقوم هومينج علشان يمشي لكن هوتشان بيزق الترابيزة قدامه علشان يوقعه وبتلحق تشينج الموقف وبتبعد الترابيزة بسرعة لكن كعب الجزمة بيتكسر وبيمسكها هومينج قبل ما تقع وبيسألها عن اللي حصل فبتقوله ان كعب جزمتها تكسر في اللحظة دي بيعمل هومينج شيء غير متوقع وبيروح شايل تشينج وماشي بيها من المكان وهنا بيارد هاو شاون على شنشين انهم يساعدوا بعض وفي البيت بتقعد تشينج علشان تتعاشى مع هومينج اللي بيسألها عن علاقتها باختها ومش بترضى تشينج تقوله اي حاجة وبالليل بنشوف تشينج مع سونج في المستشفى بينقلوا باباها لمكان تاني ما حدش يعرفه وبتشكر تشينج جدا انه وقف معاها لكن سونج بيقول لها انه هو اللي مفروض يشكرها لانها رجعت الدحكة لهاومينج تاني بعد الحدثة وبيحكي لها عن الحدثة وازاي حصلت وان بسببها فقط هومينج نظره في اللحظة دي بيوصل هاو شاون وبيفضل يديق هاومينج ويستفزه فبتدخل تشينج وسونج للمكان وبيقفلوا النور علشان يخوفوه وفعلا بيحس هاو شاون بالخوف وبيحاول يهرب ومش بيعرف طول ما النور مفصول لكن اول ما بيرجع بيمشي بسرعة من المكان وبعد كده بتقضي تشينج تقرأ لهاومينج علشان ينام لكن بيتفاجئ ان هي اللي نامت فبيشيلها وبينييمها على السرير وبينام هو على الكرسي قدامها لكن بيلاحظ انها طول الليل بتنادي على باباها في نفس الوقت بتعرف مامتها ان اكيد هي اللي هربت باباها وبتتفق مع شينشين انهم لازم يتصرفوا وبتقول ان اكيد تشينج هي اللي عملت كده وبتقرر انها تخلي شينشين تتواصل مع هون شاون علشان يساعدوهم تاني يوم بتصحط شينج تلاقي نفسها فقودة هاومينج وبتعرف منه انها نامت وكانت طول الليل بتنادي باسم باباها وبيطمنها وبيقول لها انه اكيد هيبقى كويس وفجأة بيرن جرس الباب وبيستغرب هاومينج ميم اللي كان ممكن يجي لهم بدري كده لكن لما بتفتحت شينج الباب بتلاقي مامتها واختها قدامهم وبيدخلوا يقعدوا معيها على انهم جايين يزوروها وبتقول لها مامتها ان باباها تخطف وبتعمل انها مش شكة فيها خالص في نفس الوقت بتدخل شينشين على قوضتها من غير ما تشوفها وبتفضل تدور فيها على التصاميم اللي تشينج بترسمها لان شينشين مش بتعرف ترسم مجوهرات وفجأة بيدخل هاومينج وبيحس فيه ان في حد في القوضة لكن شينشين بتعرف تخدعه ومش بيمسكها وكل لما تشينج تسأل على شينشين مامتها تقول لها انها دخلت الحمام علشان ما تشكش فيها وبتقدر شينشين تلاقي التصميمات وبتنزل لمامتها علشان يمشو لكن بعد فترة بتشوف تشينج اعلان عن تصميم ليها وهنا بتقوم تفتش عن ورقها ومش بتلاقي التصميم وبتعرف ان اختها سرقتها فبتروح بسرعة على معادل الاجتماع اللي هتعلن فيه شينشين التصميمات الجديدة وبتحاول تدخل لكن بتتفاجئ ان الامن عندهم تعليمات بمنعها من الدخول وفي الحفلة بتعلن شينشين التصميمات والرسومات الجديدة وبتحاول تشرح الرسومات ومعناها وبيكون هاومينج موجود في الحفلة بما انه صاحب اكبر شركة مجوهرات وبيرفع ايده علشان عنده سؤال ايها وبنطلع تاني لتشينج اللي بتعمل نفسها انهم مسكوها جامد وقديها تكسرت وفجأة بتخدعهم وبتدخل وبتلاقي هاومينج بيسأل شينشين عن الرسمة والمكان اللي بتتزارع فيه الوردة اللي هي رسمها اصلا وازاي هتضيف الدهب الابيض والوقت اللي هتضيفه فيه وكل دي بتكون اسئلة فنية بسيطة لاي حد درس المجوهرات ورسمها زي ما المفروض بتقول وطبعا بتوقف شينشين مش عارفة تعمل ايه ولا عارفة ترد اصلا وكل ما تحاول تقول حاجة بتطلع غلط وهنا بيعرف كل اللي موجودين انها سرق الرسومات والتصميمات ومش ممكن تكون هي اللي رسمها وبيقومها ومينج علشان يمشي فبيلاقي تشينجي موجودة وبياخدها معاه وبيروح يحتفل معاها انه قدر يساعدها وكشف كدب اختها في اللحظة دي بيعرف ان تشينجي مش بتقدر تشرب لان عندها حساسية من القحليات لكن هاومينج بيشرب كتير لدرجة انه بيفقد الوعي وبترجع تشينجي على البيت وبتنيمه على الكنبة وبعد فترة بيفوق هاومينج وبيكون تعبين فبينادي على تشينج ولما بتروح له بيحس انه شايفها فبيكون في الاول شاكك الناها الوسى لكن بيتأكد هاومينج انه بالفعل بدأ يشوف ومش بيقول حاجة لتشينجي في نفس الوقت بيكون هاوشاون رايح لباباه اللي بيكون بيشوف تقارير الشركة وبيسمعه بيقول انه لسه عنده امل ان هاومينج يدير الشركة حتى في الظروف المرضية دي وطبعا بيتدايق هاوشاون لانه اكيد كان متخيل ان باباه يسلموا ادارة الشركة اخيرا وبيروح لشينشين اللي بقى على علاقة بيها علشان يفكروا في طريقة يقلبوا بيها بابا علي وتاني يوم بيكون معاد اجتماع هاومينج مع اكبر مدير شركة اقليمية علشان يوقع على عقد شرقة معاهم لكن بيتفاجئ هاومينج ان المسؤول بيبلغوا ان المعاد اتلغى والاكتر من كده بيعرف ان خطيبته شينشين هي اللي لغت المعاد وطبعا مش بيكون هاومينج عارف ان هي مشت شينج اللي قعد معاه بالفعل وكمان بيعرف ان اللي اخد العقدة هاو تشاون لفرع الشركة بتاعه وبيرجع هاومينج البيت يلاقي تشينج مجهزة له الغداء وهي طبعا مش عارفة حاجة وبيسألها اذا كانت عايزة تقول اي حاجة وطبعا مش بتكون فهمة اي حاجة وفي اللحظة دي بيجي لها اتصال من هاو تشاون علشان يكمل اللعبة وبيسألها اذا كان هاومينج عابل معاها حاجة وبيقول لها انه مستنيها زي ما اتفقوا وبيقفل وهنا بيقولها هاومينج على اللي حصل فبتقوله تشينج انها ما تعرفش حاجة ولا خرجت من البيت اصلا وبتزعل دو شك فيها في نفس الوقت بيكون هاو شاون بيحتفل مع شنشين باللي عمله وبيقعد هاومينج يفكر ازاي تشينج عملت كده وبيكون حاسس انها بريئة وبيسأل الزكاء الاصطناعي اللي متصل بكاميرات المرأبة وبنروح لتشينج اللي بتكون بتفكر ازاي ده حصل وطبعا بتوصل لنتيجة واحدة وهي ان اختها اكيد هي اللي عملت كده وبيعرف هاومينج ان تشينج ما خرجتش اصلا من البيت طول اليوم في اللحظة دي بتكون تشينج رايحة على قده علشان تقوله اللي هي بتفكر فيه لكن بتتردد انها تخبط وفجأة بتلاقي الباب تفتح وهو رايح لقدتها فبتنادي عليه وبيقول لها اللي عرفه وبيعتذر لها وبينزلوا يتعشوا مع بعض بدل الغدل لرموه وتاني يوم بيكون معاة توقيعها وشاون العقد مع الشركة الجديدة لكن فجأة بيدخل عليها هاومينج في الاجتماع وبيعود مع مدير الشركة وبيوري له التصميمات الجديدة اللي تشينج رسماها وبيقتنع المدير بتصميمات تشينج جدا وبيلغي العقد مع هاوم شاون وبيرجع هاوم شاون البيت وهو هيتجلن من اللي حصل بتسأله شين شين اذا كان عندهم مستشفيات فبيقول لها ان عنده تلت مستشفيات ممكن يكون بابا اتنقل لوحدة فيهم اذا كانت تشينج بالفعل ان نقلته في البيت عند هاومينج بيبدأ يحس انه معجب بيها وكمان تشينج بتحس بنفس الاحساس وفجأة بيجي لها اتصال من المستشفى بيبلغوها ان باباها مش موجود وبتروح تشينج بسرعة على المستشفى وفعلا مش بتلاقي باباها هناك لكن في اللحظة دي بتيجي شين شين مع المساعد بتاعها القوضة فبتستخبى منهم تشينج وهنا بتعرف ان شين شين ما لحقتش تخطف باباها وانها جات هي كمان ما لقتوش وبعد ما بيمشوا بتكون هتطلع بتلاقي حد تاني جاي فبتستخبى تاني وبتكون محضرة نفسها تضربه لكن بتلاقي سونج وصل وضربه وانقذها بيقول لها ان باباها معاهم وبياخدها عليه وهناك بتلاقي هاومينج معاه وبيطلع هو اللي نقله وبيطمنها وبيقول لها انه عارف قد ايه باباهم مهمة عندها وهو هيحافظ عليه وبالليل بتقعد تشينج ترسم المجوهرات زي كل يوم لكن فجأة النور بيقطع وبتحس بالخوف في الكهرباء علشان يصلحوها فبيقول لها انه موجود في الدور الارضي وبينزل معاها لانها بتخاف من الظلمة وبيوصلوا للمكان وبيلاقي هاومينج نفسه شايف تاني في اللحظة دي بيدخل هاو شاون وبيطلع هو عمل كده علشان يعطل اجهزة الانذار ويقدر يدخل وبيدور في القوضة بتاعة هاومينج على ختم الشركة الاصلي وبيقدر انه يلاقيه وبياخده علشان ينقذ به جريمة جديدة وبتقعد تشينج وهي بتفكر في علاقتها مع هاومينج وان المفروض تقوله انت هي تشينج مش شين شين لكن هاومينج بيدخل وبيطلب منها تجهز بسرعة علشان عندهم اجتماع مع الشركة واعضاء مجلس الادارة وبتجهز تشينج وبيروح على الاجتماع وبيكون بابا وكل الموجودين مبسوطين جدا بهاومينج وإدارته للشركة لكن بيدخل هاو شاون علشان يضمر كل حاجة وبيقولهم ان هاومينج باقسهم من الشركة لكن بيلاقوا ان الختم بتاع الشركة سليم ومش بيقدر هاومينج ان ينكر لان ختم الشركة عنده هو بس وبتحاول تشينج انها تدافع عنه لكن هاومينج بيقول لها ان مفيش فايدة لكن تشينج بتقول لبابا ان دي حاجة مش بسيطة ولازم يحقق فيها وبيرجعوا البيت علشان يلاقوا شنطتهم برا وانهم مطرودين منه وبتشوف تشينج اختها شنشين وهي واقفة في البيت مكانها في انتصار وبياخدهم سونج على بيته وبيقولهم انهم يقدروا يعيشوا فيه وبيفضل ينظف البيت هو وتشينج لغاية ما بيبقى مناسب للعيشة وهنا بيشكروا هاومينج وبيطلب منه يرجع للشركة علشان ارتباطه بيه ممكن يعرضوا للفصل لكن سونج بيرفض وبيقوله انه معايا من سنين ومش ممكن يتخلى عنه وبيجهز هاومينج الغداء وبيكون سعيد جدا لكن وتشينج بتحط الاكل ايديها بتتحرق منه وبالليل بيقعدوا الاتنين يتكلموا مع بعض وكل واحد بيحكي للتاني ازاي بدأ في مجال المجوهرات وبتقوله تشينج ان مامتها اللي هي تجوزها باباها بعد ما ساب مامتها الحقيقية كانت بتحب الرسم وكانت بتعلمها ازاي ترسم من وهي صغيرة وبتحكي له قد ايه كانت مميزة لدرجة انها عملت لنفسها اسم خيالي لان محدش كان يتوقع ان هي اللي بترسم التصميمات دي علشان سنها صغير تاني يوم بيصحى هاومينج وبيحس انه شايف اكتر وبيفتكر كلام الدكتور لي انه ممكن يشوف بعد فترة من العلاج وبيعمل الفطار لتشينج اللي بتصحب تتفاجئ به وبيوصل سونج وبيقول هاومينج انه بقى بيشوف شوية وبيسأله سونج اذا كان قلت شينج ولا لسه لكن هاومينج بيقوله انه مش عايز يقولها لانه خايف تكون حاجة مؤقتة ويرجع تاني مش بيشوف في اللحظة دي بترجع تشينج وبتسألهم بيتكلموا على ايه فبيطلع سونج صورة للعربية اللي عملت حدثة وبيعرف انها بتاعت اخو هاو شاون وكمان بيكون سونج جاي بتسجيل السواق اللي عمل الحدثة دي وبيسمع التسجيل اللي بيقول فيه ان هاو شاون اداله مبلغ وطلب منه يعمل الحدثة بصرف النظر عن النتيجة حتى لو كان هاومينج مات وبياخد هاومينج كل حاجة وبيروح على بيتهم وبيوري بابا الدلايل اللي وصل لها ان اخوه هو اللي دبر له الحدثة فبيروح بابا ضارب هاو شاون وبيقوله ازاي فقر يعمل كده في اخوه لكن هاومينج بيقوله انه هو السبب في كل ده لانه طول عمره بيخلق بينهم المنافسة وكمان عنده الشركة اهم منهم لكن بابا بينكر وبيقول ان بالعكس هم عنده اهم حاجة وبيقول لهاومينج انه كان بيجهزوا علشان يسلموا ادارة الشركة كلها ويكتبها له وهنا بيتجنن شاون وبيقوله ازاي عايز يعمل فيه كده ويحرمه من حقه وبينفعل وبيهجم على اخوه بيحاول بابا انه يمنعه لكن بتخرجوا الامور عن سيطرتهم وبيزقها وشاون اخوه فبيتخبط في دماغه وبيغمى عليه وبتهرف تشينج من سونج ان الدكتور طمنهم وانه كشف على هاومينج وبلغهم ان عصب النظر سليم وانه هيرجع يشوف تاني وبتفضل تشينج جنب هاومينج فترة طويلة وبترعيه وفاقد الوعي وبتكون نفسها تقوله انها تشينج مش شينشين لكن طبعا مش بتقدر في الوقت ده بتكون شينشين خسرت كل حاجة لانها كانت بترتب انها وشاون ياخد الشركة وهي هتكون معاه لكن بعد اللي حصل بابا طردوا وهي ما بقاش معاها حد وبتقول لي مامتها ان ده الوقت اللي تروح تاخد مكانها كخطيبة لهاومينج ولما مامتها بتسألها تعمل ايه مع تشينج بتقول لها انها هتخليها تختفي لكن بتطمنها انها مش هتأذيها وبالفعل بتكون تشينج رجع على البيت وبيهجم عليها ناس وبيخطفوها في الوقت ده بتاخد شينشين مكانها وبتلبس لبسها وبتحاول تتعود على طريقتها وبتفوق تشينج بتلاقي نفسها مربوطة وفي مكان ما تعرفهوش وبيدخل لمسؤول عن حراستها وبيفكلها اديها وبيديها اكل وبتحاول تشينج تعرف منه اي حاجة لكن طبع مش بيقول لها في نفس الوقت بيقول سونج الهاومينج انه الان لان تشينج بقى لها يومين مش بتزوره وكمان مش موجودة في البيت عنده وهو كيف عليها في اللحظة دي بتدخل عليهم شينشين وبيفكروها هي وبتقول لسونج ان في حاجات في البيت يروح يجبها وبتقعد جنبها هومينج لغاية ما بيفوق وبيعرفها وطبعا بتمثل شينشين ان هي اللي كانت معايا من الاول لكن في اللحظة دي بيمسك هومينج اديها ومش بيلاقي اثر للحرق وبيحس هومينج ان في حاجة غلط وبالليل بتعمل شينشين حفلة صغيرة علشان تحتفل بهومينج وبتكلمها مامتها وبتسألها اذا كان هومينج شك فيها لكن شينشين بتقول لها ان كل حاجة ماشية تمام وبيوصل هومينج وبيلاقيها عملاله طرطة ومطفية النور وبيسألها اذا كانت بتخاف من الضلمة فبتقول له لأ وكمان بتشرب معاه وهو عارف ان تشينج عندها حساسية في نفس الوقت بتكون تشينج بتتفرج على التلفزيون في المكان اللي مخطوفة فيه وبتشوف اعلان عن حفلة تسليم جايزة احسن تصميم في المجوهرات وبتشوف شينشين وهي واقفة مع هومينج وبتزعلت شينج وبتعرف ان كده خلاص اختها سرقت هويتها وان ما فيش حد هيدور عليها لان مامتها مرتبق كل حاجة وباباها في غيبوبة ومش حاسس باللي بيحصل حواليه وبنشوف هومينج بعد ما استلم الشركة من بابا اللي بيجهز نفسه للعب الجلف في التقاعد وبيقوله ان اخوه عرف غلطته وهيسيب البيت ويمشي ويبدأ حياته من جديد وفعلا في اللحظة دي بيكون هاو شاون بيلف محكته وبيسيب البيت وبيمشي في الوقت ده بييجي اتصال للشخص اللي بيحرص تشينج انه يطلع ياخد فلوسه لكن الغريب ان تشينج بتلاحظ انه مش قادر يعد الفلوس لانه عنده حساسية منها فبتعرض عليه انها تساعده وتعدهم هي وطبعا دي بتكون خطة منها علشان تهرب لكن وهي بتعدهم بتعمل ان فيه شوية واقعوا منها غصب عنها واول ما بيوصل علشان يجيبهم بتضربوا بالكرسي على دماغه ولما بيفوق بتكون مكلبشاء وبتفضل ترمي عليه فلوس لغاية ما بيقول لها كل حاجة وفي بيت شينشين ومامتها بتوصل لها صور للحارس وهو متكلبش وبتقول لمامتها ان بنتها هربت لكن مامتها بتطلع ما تعرفش انها كانت خطفاها وكانت فاكرة انها سفرت زي ما شينشين قالت لها وبتحاول تتصل بالشرطة لكن شينشين بتاخد منها الموبايل وبتطلع بنفسها وتاني يوم بيكون معادل حفلة بتاعة المجوهرات وبنشوف تشينج وهي واقفة بتتكلم اوبر علشان تروح الحفلة وتعلن ان اختها سر قهويتها لكن فجأة بترجع في كلامها لانها بتكون زعلنة من هاومينج عشان ما قدرش يكشف ان اللي معاها مش هي تشينج اللي كانت معاها طول الوقت في الفترة اللي فاتت وبترجع بتسونج وهي زعلنة لكن هناك بتلاقي ورقة الحفلة بتعلن فيها ان الاميرة سي سي كسبت الجايزة وده الاسم المستعار اللي كانت بتنزل بيه التصاميم ايام ما ميتها وهنا بتعرف ان هاومينج كشف شينشين لانها ما تعرفش اسم تشينج المستعار واكيد هتكون فاكرة ان صاحبة التصاميم ده واحدة تانية وبتفهم تشينج ان هاومينج بيحبها وبعت لها رسالة علشان تظهر وبتروح بسرعة على الحفلة علشان تدخل لكن بتوصل متأخرة وبترفض الموظفة تدخلها وهنا بتقول لها تشينج ان المسألة بالنسبة لها حياء او موت وبتقدر تقناعها تدخلها في نفس الوقت بتجهل شينشين وبتروح مع هاومينج على الحفلة التسليم الجوائز وهناك بتسأله عن الشخصية اللي عملت التصاميم دي واذا كان قابلها قبل كده ولا لأ فبيقول لها انه يعرفها كويس وان هي كمان تعرفه وبتستغرب شينشين من كلامه لكن مش بتهتم في اللحظة دي بتنادي المسؤولة عن الاميرة سيسية علشان تاخد جيزتها وهنا بتطلع شينج وهي لابسة قناع على وشها وبتشيله علشان الكل يتفاجئ انها وشينشين توقم وبتقول ان في حد حاول يسرق حياتها ويدمرها لكن هي مش هتسمح له بكده ابدا وهنا بيطلع هاومينج علشان يسلمها جايزة شركته وبيروح واخدها في ايده ونازل بيها قدام شينشين اللي هتتجنن وبتفضل تقوله انها هي اللي بتحبه وان هي اللي فضلت جنبه وهو مريض لغاية ما خفه ورجع يشوف تاني لكن هاومينج بيفجئها انه اكتشف كتبتها من اول يوم اصلا لكن طبعا كل ده شينشين ما كانتش تعرفه وبياخد هاومينج تشينج معاه وبيمشي اخيرا وبالليل بنشوف بابا تشينج بعد ما خف قاعد مع سونج وقدام بيته وفي البيت بتسأل تشينج هاومينج ازاي عرف ان مش هي فبيقول لها انه ما كانش محتاج لكل ده علشان يعرف انها واحدة تانية وبيعترف لها انه بيحبها ومش ممكن يتلغبط فيها مع حد تاني ابدا وهنا بتسأله تشينج ازا ما كانتش عرفت تهرب وفهمت الرسالة بتاعة الحفلة كانها يعمل ايه فبيقول لها هاومينج انه كانها يفضل يدور عليها طول عمره وبيقول لها انه عمره ما كان هيسيبها ولا هيفقد الامل انه يلاقيها وبيقدم لها هاومينج اخيرا خاتم الجواز واللي بيطلع اغلى خاتم اتعرض في مزاد وتشينج معجببي جدا وبتفرح تشينج اخيرا انها رجعت لها هاومينج وان بابها بخير وقدروا يتخلصوا من كل اللي بيكرهوهم والغاية هنا بيخلص مسلسلنا اتمنى تشتركوا في القناة واتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة سلام